لا تلاعب للوزراء والنواب مع العملية التشريعية بعد الآن هو ما سيعمل عليه مشروع النظام الداخلي للغرفة السفلة للبرلمان مشروع من شأنه وضع حد لظاهرة تغيب النواب عن الجلسات إلى جانب إلزام الوزراء بالحضور خلال جلسات الرد على الأسئلة الشفوية إدخال بعض المواد الصارمة فيما يخص حضور النواب أو وجوب حضورهم في الجلسات المتسبين لها أو كذا في الجلسات العامة لأن هذا هو الدور النائب الذي انتخب من عجله إلزام الوزراء بالرد على الأسئلة الشفوية والكتابية خلال مهلة زمنية حددها الدستور اللي هي الشهر أيضا إلزام كثير من النواب الذين لا يحضرون إلا يوم التصويت فقط بالحضور النظام الداخلي للبرلمان والذي عاد للواجهة من بوابة لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات من شأنه تعزيز أداء المعارضة تماشيا مع المادة 114 من الدستور الناس 114 من الدستور جاءت تكرس كثير من الحقوق للمعارضة ونحن سوف نعمل قصارى جهدنا خلال مناقشة القانون سواء على مستوى اللجنة أو مستوى الجلسات العامة أو مستوى أثناء عملية التعديل لبعض المواد أو إضافة مواد سوف نبدو قصارى جهدنا للتطرق ولتكريس هذه الحقوق التعامل بسرامة مع النواب عبر النظام الداخلي بات أكثر من ضرورة في ظل تغول ظاهرة الغيابات وسط ممثل الشعب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر